إن كنت تبحث عن وطنك المسلوب عبر شاشتك الصغيرة قد تذرف دمعة وتبوح بتنهد طويل هذا وجع العراق أما النهب والسلب كما القتل والجوع سيان في ذاكرة كل عراقية في البر والبحر وتحت كل سماء يعيث سراق البلاد خرابة وكأن روحك مستهدفة ونفطك ونخلك وموروثك الحضاري جملة واحدة والسارق اليوم يبحث عن تفاصيل حق هنا أو هناك يسرق حتى حقك في مواكبة العالم عبر فضاء الشبكة العنكبوتية فكانت سرقة سعات الإنترنت وتهريبها أمر حاضر يحرمك الحق كما أنت دوما تعيش طعم الحرمان لكن للعراق هيبة لطالما حفرت بماء الذهب على مر العصور يحيي نبضها الكاظمي اليوم ليس كرئيس وزراء فحسب بل لأجل العراق السيادة أولاً السيادة ثانياً السيادة ثالثاً هكذا يدخل الرئيس هاتف كل عراقي ليبث سعات الأمن والاستقرار تماماً كما هي عملية الصدمة التي تأتي بتوجيه مباشر من الرئيس الذي يضع النقاط على حروف الاستقرار السياسي والاقتصادي فهما وجهان لعملة واحدة هيبة العراق هي الأمل المرتجة أما الروابط بينك وبين وطنك اليوم هي روابط التاريخ والحاضر والمستقبل روابط الانترنت كذلك حقك الشرعي كفرد تعيش في هذا العالم الذي يتقدم بينما تسرق سعاتك المحسوبة عليك الروابط متينة وهذا ما دفع مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية أن يكشف عن المستور بعنوان الهيبة العراقية ليكون الهدف الأسمى للكاظمي بالفعل كما القول